اشتركوا في القناة من المحاصيل المنتجة للسكر الأرز والزورة طبعا الإجابة غلط المحاصيل المنتجة للسكر أصب السكر والبنجر اتنين الري بالرش من نظم الري الحديثة طبعا الإجابة صحيحة ونظم الري القديمة اللي هو الري الداء تلاتة عين السليين من المعالم السياحية محافظة الشرقية الإجابة غلط عين السليين دي معالم سياحية في محافظة الفيو ولو طلب مني الشرقية تبقى أصار تل بسطة 4. الإسراف في استخدام مياه الري يؤدي إلى تدهور التربة طبعا الإجابة صحيحة 5. تنوع الصناعات الحرفية في البيئة الزراعية لتنوع المهاردة الطبيعية طبعا ربنا أدني حاجات كتير فعشان كده بعمل صناعات حرفية متنوعة شوف السؤال اللي بعده بيقول لي السؤال اللي بعده بيقول لي ما النتائج المترتبة على الإسراف في استخدام مياه الري الإسراف في استخدام مياه الراي يؤدي إلى تدهور التربة اتنين التوسع العمراني وإقامة المباني على الأرض الزراعية يعني إيه اللي هيحصل لما ابني على الأرض الزراعية هيؤدي إلى حدوث مشكلة تناقص مساحة الأرض الزراعية تلاتة استخدام المبيدات الحشرية في تسميد التربة لما استخدم المبيدات والأسمدة هنا هيؤدي إلى تلوس التربة هنا الدولة بتنصح باستخدام الأسمدة العضوية السؤال اللي بعده ما رأيك؟ بصوا بقى السؤال ده السؤال ده إجابته يعجبني أو يعجبني مع ذكر السبب ولازم أجاوب من خلال الدرس تعال نشوف كده ما رأيك في البناء على الأراضي الزراعية؟ طبعا لا يعجبني هقول لأنه يؤدي إلى تناقص مساحة الأرض الزراعية تعال نشوف صيغة سؤال تاني بيقول لي بما تفسر محافظة الفيوم محافظة جذب سياحي ليه الفيوم بتجذب السياح؟ أقول له بيها لأن بيها عدة آثار السواقي وعين السليين وبحيرة قارون تاني الفيوم فيها تلات حاجات السواقي عين السليين وبحيرة قارون اتنين اهتمام الحكومة بإنشاء المزارع السمكية في البيئة الزراعية هقول له هنا الدولة عملت مزارع سمكية لزيادة الإنتاج السمكي رقم بيه وضح جهود الدولة لحل مشكلات البيئة الزراعية ممكن هنا أقول له سن القوانين التي تجرم تجريف التربة انصاح الفلاح باستخدام نظام الري الحديث زي الري بالرش والري بالتنقيد ممكن برضو هنا أقول له التوسع في استخدام الأسمدة العضوية التوسع الرأسي والأفقي للأراضي الزراعية طيب كده خلصنا الجغرافية تعالى بقى نشوف درس التاريخ عندي بتقول لي إيه أول سؤال عندي بيقول لي اكتب المفهوم المناسب للعبارات الآتية تغير أو تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية يقوم به الشعب التغير على طول ده تعريف الثورة اتنين حجر أسهم في فك رموز الكتابة المصرية القديمة الحجر ده هو حجر رشيد وما ننساش أن ده من النتائج العلمية للحملة الفرنسية سؤال رقم بيه ما النتائج المترتبة على اتفاقية العريش تعالى نفتكر كده ان اتفاقية العريش كانت بين كليبر وبين الدولة العثمانية اتفاقية كانت ماشية زي الفل في البداية فشلت ليه بقى تعالى نشوف النتائج النتائج هنا اتفاقية العريش فشلت بسبب تدخل انجلترا ومطالبتها بخروج فرنسا كأسرى حرب تعالى نشوف رقم اتنين معركة أبو إيرا البرية معركة أبو إيرا البرية هنا كانت بين نابليون الحملة الفرنسية وبين الدولة العثمانية النتائج المترتبة عليها هزيمة العثمانيون وأسرق قائده طيب تعالى كده نشوف صيغة سؤال تاني بيقول لي ايه رتب الاحداث الاتية من الاقدم الى الاحداث ومديني كده شوية حاجات او احداث تعالى نشوف ايه هي واحد هنبدأ بمعركة أبو إيرا البحرية لو تفتكر بعد كده نابليون دخل القاهرة حصلت صورة القاهرة الاولى يبقى اتنين صورة القاهرة الاولى تلاتة حملة الشام اربعة معركة أبو إيرا البرية خمسة اتفاقية العريش ستة صورة القاهرة التانية وسبعة مقتل كليبر السؤال اللي بعده بيقول لي ايه صحة العبارات التاريخية لم تحقق الحملة اهداف عسكرية تعالى كده نشوف هنا الدليل واحد لم تستطع الحملة الفرنسية اقامة مستعمرة لها في مصر او في الشرق اتنين لم تستطع الحملة قطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها في الهند ولكن نجحت الحملة في اضعاف قوة المملك السؤال اللي بعده تعتبر النتائج العلمية للحملة الفرنسية على مصر ابرز النتائج طبعا الاجابة صح وحديك الدليل واحد اكتشاف حجر رشيد فك رموز الكتابة المصرية اتنين انشاء المجمع العلمي تلاتة فكرة ربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط خلي بالك النتائج العلمية دي من اهم النتائج الموجودة وكمان معانا ما تنساش تأليف كتاب وصف مصر سؤال التالت بما تفسر فشل حملة نابليون على الشام هنا اقول له بسبب عدم قدرته على فتح مدينة عك ما رأيك؟ معاملة كليبر للمصريين بعد معاهدة العريش طبعا لا يرجبني هقول لي بقى لان كليبر استخدم جميع وسائل الشدة والعنف مع المصريون السؤال اللي بعده الى من تنسب الاعمال واحد امر بتدمير حي بولاء بالمدافع وفرض الدرائب والاتوات ده كليبر انين قادة الحملة الفرنسية بعد مقتل كليبر ده مينو تلاتة قادة صورة القاهرة التانية ضد الفرنسيين ده عمر مقرم تعالى نشوف مقارنة لذيذة عندي بين صورة القاهرة الاولى والتاني صورة القاهرة الاولى مركزها الجامع الازهر التانية حي بولاء طيب تعالى نشوف الاسباب قبل ما نشوف النتائج كده اسباب صورة القاهرة الاولى زيادة فرض الدرائب تفتيش بيوت المصريين هدم ابواب الحراط والمساجد النتيجة بتاعة صورة القاهرة الاولى الغاء ديوان القاهرة انشاء ديوان اخر لا يضم مصريين زيادة فرض الدرائب على التجار والعلماء بداية تحصين مدينة القاهرة صورة القاهرة التانية أسبابها الإجراءات العنيفة التي اتخذها كليبر نتائج صورة القاهرة التانية زيادة فرض الضرائب والإتوات طبعا ممكن أكتفي بديه وممكن نزود أن كليبر قام بتحصين مدينة القاهرة وما تنساش الشخص اللي قتل كليبر اسمه سليمان الحلبي اشتركوا في القناة